نازلنا في الوحدة الخامسة نظام تكاليف المراحل الانتاجية من مقرر محاسب التكاليف وإدرية واحد في المحاضرات السابقة في هذه الوحدة تناولنا مفهوم نظام تكاليف المراحل الانتاجية ثم تناولنا المشكلة الرئيسية التي تواجه نظام تكاليف المراحل الانتاجية ثم تعرفنا على أنواع المراحل الإنتاجية سواء كانت مراحل متتالية أو مراحل متوازية أو مراحل اختيارية والآن مع إعداد تقرير تكاليف المرحلة أو البعض يطلق عليه التقرير الشامل لتكاليف المرحلة خطوات إعداد تقرير تكاليف المرحلة إعداد التقرير الشامل لتكاليف المرحلة يمر بعدة خطوات هي تحديد كمية الإنتاج الفعلي دي الخطوة الأولى تحديد كمية الإنتاج الفعلي رقم 2 تحديد كمية الإنتاج المتجانس تحديد كمية الإنتاج المتجانس دي الخطوة الثانية من خطوات إعداد التقرير الشامل لتكاليف المرحلة رقم 3 تجميع تكاليف المرحلة رقم 4 تحديد متوسط تكلفة الوحدة الخطوة الخامسة والأخيرة تحديد تكاليف الإنتاج التام وتحت التشغيل والتالف أي مخرجات دي اللي تمثل مخرجات تكاليف إنتاج تام نحدد تكلفته والإنتاج تحت التشغيل نحدد تكلفته والإنتاج التالف نحدد تكلفته المتطلبات إعداد تقرير تكاليف المرحلة إعداد التقرير الشامل لتكاليف المرحلة يتطلب ضرورة التعرف على ما يلي أولا تحديد متخلات ومخرجات المرحلة تحديد متخلات ومخرجات المرحلة دي أول مطلب من متطلبات إعداد تقرير تكاليف المرحلة حيث تتمثل متخلات المرحلة في كمية الوحدات التي سيتم تشغيلها يطلق عليها وحدات في التشغيل أما مخرجات المرحلة تكون كمية الوحدات التي تم تشغيلها أو ما يطلق عليه نتائج التشغيل وتعرض في الشكل التالي مدخلات المرحلة اللي هي وحدات في التشغيل مخرجات المرحلة اللي هي نتائج التشغيل مدخلات المرحلة مثل وحدات تحت التشغيل أول المد النوع الثاني وحدات بدأ عليها التشغيل لو مرحلة أولى يعني إذا كانت المعطيات لتمرين معين معطى وبيقول لي دي مرحلة أولى هذه المرحلة الأولى لا يسبقها مراحل يبقى الوحدات اللي أنا ببدأ بها التشغيل دي تسمى وحدات بدأ عليها التشغيل أو تسمى وحدات مستلمة إذا كنا في مرحلة تانية أو تالتة أو رابعة أو 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 يبقى إذا كنا في مرحلة تانية أكيد أنا استلامت حاجة من المرحلة السابقة لها الأولى بالنسبة لها يبقى إذا لو إحنا مرحلة أولى بنسميها بدأ عليها التشغيل لو إحنا مرحلة بخلاف الأولى تانية تالتة رابعة أو بسميها وحدات مستلمة النوع الثالث من مدخلات المرحلة وحدات زائدة تحدث الوحدات الزائدة إذا ترتب على إضافة المواد زيادة عدد الوحدات إذا لم يترتب على إضافة المواد زيادة عدد الوحدات يبقى البنت دا مش هيكون موجود طيب مخرجات المرحلة زي إيه؟ وحدات تامة محاولة هي تامت بالنسبة للمرحلة اللي إحنا شغالين فيها وتحول للمرحلة اللي بعدها أو لو قد دي مرحلة نهائية تحول لمخازن الإنتاج التام وحدات تحت التشغيل آخر يبقى خلي بالك أول المدة بيظهر مع المدخلات لكن آخر مدة بيظهر مع المخرجات وحدات تالف طبيعي إن وجد وحدات تالف غير طبيعي ونجمع لا بد أن مدخلات المرحلة تتساوى مع مخرجات المرحلة المطلب الثاني يبقى أول مطلب حددنا تكاليف المدخلات ومخرجات المرحلة المطلب الثاني لإعداد تقرير الشامل للتكاليف تحديد طرق تدفق عناصر التكاليف مشكلة طرق تدفق عناصر التكاليف تظهر في حالة وجود إنتاج تحت التشغيل أول المدة إذا وجد إنتاج تحت التشغيل أول مدة تبقى في مشكلة إذا لم يوجد خلاص ما فيش مشكلة نلاحظ إن هناك طريقتين توجد طريقتين لإعداد التقرير الشامل للتكاليف المرحلة تقوم على افتراض تدفق عناصر التكاليف هما طريقة المتوسط المرجح المتوسط المرجح الويتد أفرج وطريقة الأول في الأول ويختلف متوسط التكاليف الوحدة من طريقة الأخرى يبقى نعد تقرير الشامل للتكاليف يبقى عندي طريقتين طريقة المتوسط المرجح وطريقة الأول في الأول دي بتظهر المشكلة دي في حالة وجود مغزون إنتاج تحت التشغيل أول المد نشوف متوسط تكلفة الوحدة في طريقة المتوسط المرجح يتحسب الزائق في الويتد أفرج حاول تكلفة الوحدة بالطريقة دي بتساوي تكلفة مغزون الإنتاج تحت التشغيل أول المدة زائد تكاليف الفترة الحالية على كمية الإنتاج المتجانس يبقى كلمة طريقة المتوسط إن أنا بدمج حاجتين مع بعض بدمج تكلفة الفترة السابقة اللي بتعتبر تكلفة الإنتاج تحت التشغيل أول المدة ده اللي هي تكلفة الفترة السابقة ودمج عليها زائد تكلفة الفترة الحالية الفترة الحالية مجموعة اتنين يديني البسط بتاع معدلة تكلفة الوحدة ويتقسم على كمية الإنتاج المتجانس طب كمية الإنتاج المتجانس يحسب إزاي في طريقة المتوسط عشان كده بقى المعادلة لها شكل آخر أو البسط زي ما هو تكلفة مغزون الإنتاج تحت التشغيل أول مدة اللي قلنا عليه سمناه تكلفة الفترة السابقة زائد تكلفة الفترة اللي هي الحالية أجي بقى على كمية الإنتاج المتجانس دي وأبدأ إيه أفصصها طبقا لطريقة المتوسط المرجح بنحسبها إزاي المقام بيتحسب إزاي وحدات تمام محاولة زائد وحدات متجانسة لمغزون الإنتاج تحت التشغيل آخر المدة زائد وحدات متجانسة من الوحدات التلفة إن وجدت طب موجودتش خلاص إبا دي مش موجودة يبقى ده المقام بتاع اللي هو كمية الإنتاج المتجانس يتحسب إزاي متوسط تكلفة الوحدة في طريقة الأول في الأول first and first out of five بنلاقي تكلفة الوحدة بتسوي تكلفة الفترة الحالية فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كمية الانتاج المتجانس كمية الانتاج المتجانس تحسب كيف؟ يبقى إذا نتكبر المعادلة شوي يبقى تكلفة الوحدة ديت ستساوي تكلفة في فترة الحالية في البسط ونأتي على الانتاج المتجانس نقول بها يتحسب كيف؟ وحدات تامة محولة زيت وحدات متجانسة لمغزون الانتاج تحت التجهيل آخر المد ناقص وحدات متجانسة لمغزون الانتاج تحت التجهيل أول المد زائد وحدات متجانسة من الوحدات التالفة إن وجدت إن وجدت تالف المعدة دي ممكن تحسب بطريقة أخرى أو تكلفة الوحدة تتحسب إزاي بطريقة أخرى البسط كما هو تكلف الفترة حالية المقام ده ممكن يتغير للشكل ده اللي هو الإنتاج المتجانس كمية الإنتاج المتجانس تتحسب إزاي وحدات متجانسة لاستكمال مغزون الإنتاج تحت التجهيل أول استكمال وحدات متجانسة لاستكمال مغزون الإنتاج تحت التجهيل أول المدة زائد وحدات جديدة تمت زائد وحدات متجانسة لمغزون الإنتاج تحت التجهيل آخر المدة زائد وحدات متجانسة من الوحدات التالفة إن وجدت